موضوع الإزاعة طبعا اعلم علم اليقين أن إزاعة القرآن الكريم ما بتاخدش غير المزبوط اخد بالك يعني بتاخدك نجم مش هتاخدك لسه تعلمك لا ده عايز انت قارئ لازم تكون حافظ ومتقن وفاهم انت بتعمل ايه على اساس انك هتقرأ في زاعة القرآن الكريم العالم كله هيسمعك انا ما انا تقدمت في الفين اما بعد ما قرأت كده وربنا اكرم مشيت كده 3-4-5-6 سنوات لجيت يعني ممكن اشوف نصيبي في موضوع الإزاعة طالما انا حافظ كويس وبقرأ كويس خلاصا ايه الموانع اللي عندي ما عنديش موانع فاروحت اتقدمت في الفين واثنين ما حصلش نصيب ماشي خدت الملاحظ اللي هم الدهاني وبدأت ادرب نفسي عليها وفتاعة مع انشغلة الحياة وكلام مندي ما قدمتش تاني قاله في الفين وست برضو ما حصلش نصيب فضلت برضو ايه الملاحظ الجديمة والجديدة يعني انت مع تقدم العمر بتزداد خبرة بتزداد بتفهم هم عاوزين ايه شغل الازاعة غير شغل الليالي وشغل الاحتفالات والحاجات دي يعني الازاعة عايزات يعني كل حرف لازم يبقى من مكانه ويبقى الوقف ووقفه الابتداء يبقى يعني شغل ما فيهش اي تجاوزات حتى في النغم ما يحبوش المبلغة في النغم فتقدمت في الفين وحداشر ربنا اكره بس يعني انا رح في الفين وحداشر اه انا عندي يقين كده بنسبة خمسة وتسعين في المية ان شاء الله هاعدي النوبل ليه كنت يعني ازددت خبرة وخلاص يعني فهمت الموضوع كويس يعني ففعلا الناس دي بتدي كل واحد حاجه ما عندهمش يعني انا انا رحت لدنة القرآن عملونا لدنة فطنطة عشان ايه يخفوا العبقى عن مبنى الازاعة وعن الزحمة بتاعت الطريق وعشان ان احنا الازاعة القرآن الكريم جات لحدة عندكم ما هي باجا عشان ايه تشجع الشباب انهم يجدموا الكلام دي فروحنا جدمنا كنا حوالي 250 قارئ في اليوم دي حاجة يعني تتخيل ان طبعا اي قارئ بيجرى قدام اللجنة بيجرى حاجة خفيفة كده ايه خفيفة ايتين خفاف بحيث ان اعرف ايه يتنقل كويس وي انا دخلت عوضو بالله مش رجل شفت من قوة السقة في اليوم دي ومن قوة السقة ان انا يعني خلاص ازددت خبرة وان انا مش عارف ايه قرأت قدام اللجنة عوضو بالله مش رجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين الربع ده يعني يعني ما انجريش قدام لجنة ده انت تسجله في استوديو بحيث ان ده ما تزبطيش تزبطها تاني الوقف ده كذا لان احكام قرأت قدام اللجنة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كان في اللجنة موجودة الدكتور المعصراوي وكان سيد ابرهيم مجاهد وكان الاستاذ علم سعود السهيت فلاجيت الشيخ المعصراوي مبتسم ويعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه عايز يقولي الودة بيعمل ايه وايه جره في المكان دي مش عاره فربنا كان موفقني بفضل الله اللي بيقرأ قدام اللجنة بيقرأ خمس دجايق ست دجايق يعني عاوز اسمح فهم اقل حاجة اربع نجلات كده اربع مقامات او خمس فانا سابوني زي 13 دقيقة لحد ما وصلت واعلموا ان الله غفور حلي فانا بجوم منع الكرسي بعد ما صدقت شفتهم مبتسمين ويعني لقين طبعا الاستوديو انت عارف في حاجز جزاز بينك وبينهم فلاجتهم عليهم علامات الايه البشرة كده فالمهم توكلت على الله روحت بعدها بحوالي اسبوع كده او عشر تيام لاجت الاساس اللي ببلغني الاساس محمد حمد عطية جال لي يا شيخ فيود قلت له نعم جال لي ارجو ان حضرتك تبهر اللجنة في اختبار القرآن زي ما ابهرتهم في لجنة الصوت فانا يعني ارتحت نفسيا يعني زي ما انا شفت على وجوههم كده الفرحة والابتسامة فيعني الحمد لله